تأسست الدفاع المدني عام 1945 إثر الحرب عالمية الثانية وتغطي مهامهم الأراضي اللبنانية كافة حيث تؤمن الحماية المدنية للأشخاص والممتلكات والبيئة بالإضافة إلى تجنب الأخطار التي تهدد السلامة العامة في حالات الكوارث والنكبات والحروب وبالرغم من الظروف الصعبة مديرية الدفاع المدني بجهوزية تامة لتلبية كافة نداءات الاستغاثة حقيقة نحن كدفاع مدني بجهوزية تامة لتلبية كافة نداءات الاستغاثة على كل الأراضي اللبنانية لحد اليوم رغم كل الظروف اللي عم نعيني منا بعد ما فشلنا وما رح نفشل بإذن الله ولا بمهمة وهالشي كله برجع بقلك مثل ما قلت من شوي أنه بيفضلوا بهمة عزيمة هالشباب والصبايا المندفعين وأنا بفتخركون على رأس مؤسسة بتضم هؤلاء الناس يتضمن الدفاع المدني 230 مركزاً على كافة الأراضي اللبنانية ولكن تعاني هذه المراكز نقصاً في المعدات الحديثة اليوم الدفاع المدني بينقصوا الكثير من التجهيزات لأنه اليوم تجهيزات نحن إلياتنا أحدث إليات عمرها من سنة الألفين يعني عم تحكي عن 23 سنة 23 سنة بسوقها مش شخص واحد وشخصين بسوقون عدد أشخاص فكل الإليات بحاجة لصيانة فحدث ولا حرج عن موضوع التجهيزات الحديثة والتقنيات الحديثة كل هذه مش موجودة عندنا بس بالنتيجة على مستوى لأنه عندنا 230 مركز بكل لبنان تأجي إليك أنه كلهم مجهزين التجهيز الكامل أكيد لأك وفي اليوم العالمي للدفاع المدني توجه المدير العام العميد ريمون خطار بتحية لعناصر الدفاع المدني لجهودهم المستمرة ووقوفهم إلى جانب المواطنين في كل الأوقات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني أنا بدي حي عناصر الدفاع المدني ووجههم تحية إكبار لهالأبطال يلي ما عم بيكنوا ليل مع نهار وما بيوقفوا العمل ليل مع نهار لا يكونوا حد الناس بكل الأوقات وبكل الصعوبات وأنا بتشكرهم فردا فردا ونحن حدون وقالله يعطيون ألف عافية تجدهم في كل مكان مستعدين دائما لمواجهة المخاطر وإنقاذ الأرواح إنهم عناصر الدفاع المدني اللبناني الأبطال الذين يضعون حياتهم في خطر لخدمة المجتمع وحماية الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر